سبع الخير من جديد لكم مشاهدينا وهذه هي الفقرة النقاشية نتحدث بها عن التعاطف الانتقائي يبرز التعاطف الانتقائي حين يتفاعل بعض الأفراد مع مواقف معينة وأحداث معينة وأشخاص معينين وتتضاءل هذا أو يتضاءل كمية التعاطف في مواقف أخرى أو ربما يضيع تماما رغم أن التعاطف هو أحد العناصر الأساسية التي تبني علاقاتنا وروابطنا الاجتماعية وتحافظ عليها إلا أن البعض يختارون ببساطة عدم التعاطف مع أشخاص معينين معنا وقد يكون لديما القدرة على التعاطف معنا ومع أشخاص آخرين يمروا بنفس المشكلة أو بنفس الأزمة فللحديث أكثر عن الموضوع تنضم علينا عبر الأطمار الصناعية لخصائية نفسية رانا المفلحي أهلا وسلا فيك ست رانا صباح الخير صباح الخير على الجميع صباح الخير عليك سيدة رانا نتحدث عن موضوع مهم موضوع التعاطف وتحديد التعاطف الانتقائي من ما المقصود بالتعاطف الانتقائي لو توضحي لنا الفكرة أكثر بداية نعرف التعاطف بشكل عام التعاطف بشكل عام هو قدرة الشخص على فهم مشكلة الشخص الآخر من وجهة نظر الشخص الآخر والشعور بمشاعره التعاطف الانتقائي هو أن يختار الإنسان أن يتعاطف مع أشخاص معينين لأسباب تختلف وبينما أشخاص آخرين يعانوا من نفس المشكلة لا يتعاطف معهم هنا نقول هذا تعاطف انتقائي نعم طيب يعني سيدة رانا لما نتكلم أنه في تعاطف انتقائي نحن بالعادة نعرف أنه في تعاطف في إنسان عاطفي في إنسان بسرعة بتعاطف وتأثر في المشاكل أو حتى أي أزمة بسيطة بيمر فيها في شغل في دراسة في بيت في غيرها من هذه الأمور حبي نعرف يعني بداية إذا ممكن نستعرض معاك ما هي أبرز أنواع التعاطف أبرز أنواع التعاطف أولا تعاطف الذاتي هو تعاطف الإنسان مع نفسه أنه الإنسان لما يعاني من مشاكل أو يتعرض لفشل كيف أنه يقدر يطبطب على نفسه ويتقاوز هذه المشكلة ويعطي لنفسه العذر في أنه مثلا حدث هذا الأمر ويبدأ يبحث عن حلول قديدة مهم جدا التعاطف الذاتي ممكن نعتبره هو أساس للتعاطف مع الآخرين لأنه الإنسان اللي ما يقدرش يتعاطف مع نفسه يكون صعب جدا أنه يشعر بالآخرين فيه عندنا أيضا التعاطف اللي هو مع الآخرين اللي هو أنك تحس بالنس اللي موجودين حولك فيه تعاطف اسمه تعاطف إدراكي اللي هو فهمك للمشكلة اللي يعانيها الشخص الآخر من وقهة نظره بينما فيه تعاطف آخر ممكن نسميه التعاطف الوجداني وهو شعورك بمشاعر الشخص الآخر وتقديم المساندة له أكيد قيمة إنسانية كبيرة أن يكون هناك تعاطف بين الناس ومع مشاكل الآخرين هل التعاطف قيمة يتم اكتسابها أم هي قيمة ربما بالفطرة وهل نستطيع أن نقول أن هناك فرق ما بين التعاطف وما بين الشفقة بالنسبة للتعاطف قزء منه يعتبر فطرة والتعاطف موجود فطريا عند النساء أكثر من الرجال أيضا التعاطف يكتسب عادة نحن نكتسب طرقنا في التعامل مع الآخرين من الوالدين في أثناء التنشئة فنحن نتعلم التعاطف أو عدمه أو نكتسب درجة التعاطف اللي نتعامل بها مع الآخرين نكتسبها من الأسرة من الوالدين فلما يكون مثلا الوالدين كل واحد الشريكين كل واحد أنهم يعطفوا على الآخر يتفهم مشاعره يراعي مشاعره في أثناء تعامله معه هذا عن طريق النمذج والتقليد يتعلموا الأطفال أيضا بالنسبة لموضوع الشفقة والتعاطف الانتقائي الشفقة هي أنه يتقاوز التعاطف مسألة شعورك بمشاعر الآخرين إلى مرحلة تقمسك لمشاعرهم وأنه أنت توصل لمرحلة مشاعرهم هذه تأثر على حياتك نعم مش بس أننا نتعاطف معه أنه يمر بأزمة معينة ونحاول نتساعد معه نكون نحن أيضا مندخل في نفس المشكلة ونفس الأزمة اللي بمر بها الله أعطيك العافية على هذا التوضيح الجميل سترانا طيب سترانا يعني مثل ما تابعنا مؤخرا في الحرب مثلا نقول الأوكرانية الروسية النازحين الأوكرانيين أو المهاجرين الأوكرانيين إلى أوروبا كانت لهم استقبال مختلف تماما عن استقبال المهاجرين من بلدان العرب فما الذي يجعل بغض النظر عن هذه القضية أو تلك يعني بشكل عام ما الذي يجعل بعض الأشخاص يتعاطفون مع شخص معين مثلا من منطقتهم أو من دائرتهم الاجتماعية دون آخر نحن نكتسب هذا من خلال التربية فإذا أنت تعلمت أثناء تربيتك أنه تتعاطف معك كل الناس بدون تفرقة فأنت تستمر في هذا السلوك بينما لما من داخل الأسرة يزرع فيك أنه أنت لازم لا تتعاطف إلا مع الشخص الذي هو من نفس منطقتك أو الذي هو من نفس لون بشرتك فأنت هنا تكون هذه بدرة العنصرية هنا تكون بدرة العنصرية وتتعلم أنه تتعاطف مع أشخاص أو مواقف محددة صحيح طيب سيدرنا أكيد أنه في هناك يعني مع كثير من الناس يتعاطفون مع شخص معين دون الآخر ربما بسبب القرب الجغرافي أو حتى القرب الإنساني والمجتمعي من هذا الشخص لكن البعض يقول بأن هذا التعاطف الانتقائي هو عنصرية هل هو بالفعل يعني يعتبر ضمن العنصرية في بعض الأحيان يكون واقب علينا أن نمارس التعاطف الانتقائي مثلا لو أنا عندي اثنين قيران عندهم منفس المشكلة ولكن في بعض المعايير اللي ممكن تخليني أتعاطف مع واحد منهم قبل الثاني أحيانا أكون مضطر مثلا لو قيراني الاثنين عندهم مشاكل مع أطفالهم واحد من قيراني هؤلاء معه الطفل وحيد وعنده مشكلة ويحتاج إلى مساعدة طارئة بينما الآخر عنده أبناء كثر يعني فأنا مضطر أننا يعني على حسب ظروفي أننا الأفاضل بينهم ولكن لما تكون المفاضلة عن طريق أنه مثلا هل هذا الشخص قريب من أسرتي أو مش قريب من أسرتي أحيانا أن الشخص أنت لما تميز بين شخصين في التعاطف وتحرم الشخص الذي هو بحاجة شديدة إلى التعاطف وتتكه إلى شخص آخر بسبب قربه منك أو بسبب أنه من منطقتك أو من بلدك هنا ممكن يكون هذا عنصرية نعم في العلاقات الإنسانية مثلا أنت داخلت البيت إذا ميزت أحد أطفالك وتعاطفت معه بشكل كبير فأنت تعمل مشاكل دائما بينه وبين أخوته وتعمل لهم مشاكل نفسية إذا ميزت بين طلابك في المدرسة ومثلا تعاطفت أحيانا الطفلين يكونوا مميزين متفوقين فجأة ينخفض أداءهم داخلت المدرسة فأنت تتحيز إلى أحد الأطفال هؤلاء وتبدأ تعرف مشكلته بالضابط وتبدأ تساعده وبينما الآخر تتقاهله هنا التعاطف أيضا يعمل شرخ بين الأصدقاء وبين الزملاء في المدرسة يخذ صورتك أنت كمعلم أيضا في بيئة العمل التحيز لموظف في التعاطف معه وفي مراعاة مشاكله في الوقت الذي نعاني من مشاكل وظروف اقتصادية وضغوط اجتماعية فلما تتحيز إلى موظف معين تعمل لك أيضا مشاكل في العمل ممكن زملائه في العمل يبدأوا يضايقوا من وجوده ويبدأوا يعملوا له مشاكل بحيث أنه يتخلصوا منه فالتعاطف الانتقائي يعمل شرخ كبير جدا في علاقاتنا الإنسانية طيب سترانا أنت ذكرت أن الطفولة تنشأل الشمعية هي أيضا عامل مسبب كبير في عملية ترسيخ فكرة التعاطف الانتقائي عند الفرد وترسخ هذه الفكرة عندما يكبر ما هي الأساليب التي يتبعها الأباء والأمهات في تربية أولادهم والتي تعمل ترسيخ هذا النوع من التعاطف والتعاطف الانتقائي مثلا قلنا أن الطفل يكتسب طريقة تعامله مع هذا العالم ومع الآخرين من خلال تعامله مع والدي عندما نجد مثلا أن أحد الوالدين يتعامل مع شريكه الآخر بقلة وشحة من التعاطف فالطفل يكتسب هذا الأمر فلازم نتقنب هذا الشيء لما مثلا أحد الوالدين يعني يتعاطف مع أهله لما يحصل لهم مشاكل بينما أهل الشريكة الآخر يحصل لهم ممكن نفس المشاكل فالأمر كأنه لا يعني فهنا الطفل يكتسب أيضا يتعلم كيف أنه التعاطف الانتقائي أيضا لما يميز أحد الأبناء يعني أحد الأبناء يكون المدلل والذي يكون سواء كان البكر أو الولد الوحيد أو الطفل الأخير في الأسرة لما تتعاطف معه بزيادة وتلبي له كل رغباته وطلباته وبينما تتجاهل طلبات مهمة للآخرين واحتياجات مهمة هنا أيضا يكتسب الأطفال التعاطف الانتقائي نعم سترانا أكدت مرارا على أن التعاطف ربما قد يظهر عند الأطفال من التنشئة وبالنمذجة كما تحدثت حتى الآن طيب هل يتم ممارسة التعاطف الانتقائي من قبل الأفراد دون وعي ودون دراية منهم مثلا وكيف يمكن التغلب عليه؟ بشكل عام نحن لما نمارس أي سلوك خاطئ أحيانا نمارسه بوعي وأحيانا بدون وعي لكن أنت لما انتعي الشيء يعني أنت مثلا هو عادة كيف تعرف أن تسلق سلوك خاطئ لما تبدأ تظهر مشاكل لما تبدأ تظهر لك مشاكل بسبب تصرفك بالتعاطف الانتقائي تبدأ تراجع بعض تصرفاتك وتبدأ تحاول تصلح الخلل فلما تكتشف أنه في مشكلة الأمر هذا عامل لك مشكلة بينما في أشخاص يكونوا قد تعودوا على الأمر والآخرين يلبوا لهم كل طلباتهم المشكلة تظهر أحيانا عند الناس اللي ضحايا الشخصيات السيكوباتية مثلا في اضطراب الشخصية النرقسية والشخصية المعادية للمجتمع والشخصية الحدية لما يكون الطرف الآخر اللي يتعامل مع هذه الشخصيات يعني عادة هؤلاء الأشخاص يكونوا من الأشخاص اللي عندهم تعاطف انتقائي وأحيانا التعاطف انتقائي أو منخفض جدا عندهم فلما يكون الطرف الآخر عنده يتعامل معهم بنفس الطريقة تبدأ تحصل تصادمات بينهم لما يتعامل معهم بتعاطف مفرط هذا يخليهم يستمروا بالسلوك يعني ما يشعروا شهم أنهم يمارسوا التعاطف الانتقائي يستمروا فيه إذا ما حصلوا رادع أو حصلوا شيء مشكلة حدثت لهم بسبب هذا التعاطف الانتقائي فهم يستمروا فيه ويكون هنا بدون وعي طبعا صحيح وبما أن المجتمع مش سيكباتي معظم ومش شخصيات مريضة أو نرجسية كيف ممكن أنهم يتجنبوا التعاطف الانتقائي ويكونوا أكثر أخلاقية في تعاطفاتهم مع الناس بالنسبة للشخص الطبيعي يعني أنت مثلا لو وقت نفسك أنك قيت من بيئة أكسبتك التعاطف الانتقائي فأنت أول ما تبدأ تخرج للمجتمع لبيئة الدراسة لبيئة العمل بتبدأ تواقه مشاكل فمهم جدا أنك تراجع تصرفاتك وتبدأ تتعامل مع الآخرين بشيء من التوازن لأن هذا بيسهل لك حياتك بشكل أفضل بالنسبة للأشخاص السيكباتيين طبعا هم ما يكونش مدركين إن المشكلة من عندهم فالخلل هو يكون من الشخص الآخر لما يتعامل معهم بتعاطف مفرط فهو يساعدهم على أن يستمروا في سلوكهم بينما لما يكون في توازن كيف نخلق التوازن؟ نخلق التوازن لازم الإنسان يكون عنده تعاطف ذاتي بالدرجة الأولى لما يكون عندك تعاطف ذاتي تكون قادر لتتعاطف مع الآخرين بشكل صحيح بدون إفراط بينما الإفراط في التعاطف مع الآخرين يخليهم دائما يتعاملوا معك بتعاطف انتقائي أو انعدام تعاطف يعني يتعاملوا معك بدون تعاطف نهائيا نعم طيب يعني سترنا بالمناسبة إحنا كمجتمعات عربية وشعوب عربية إحنا شعوب بالعادة شعوب عاطفية أي مشكلة بتأثر فينا وأي ترند بيجي في السوشال ميديا بيجر وراء الناس كثير فما أهمية عدم الاعتماد على التعاطف في إطلاق أحكامنا على المواقف والأمور التي نمر بها دائما لما تواقه أي موقف حاول تحلل الموقف إيش السبب؟ إيش سبب المشكلة اللي حدثت؟ يحصل كثير الآن في حالات يحصل في تعاطف مع مقرمين عملوا قرائم بشعة مثبتة عليهم بحقق واهية السبب إنه في خلل من الطفولة أنت لما تعلم طفلك مثلا داخل البيت إحنا كمجتمعات عربية بالأغلب نتعاطف مع الولد أكثر من البنت بحيث أنه كل شيء داخلت البيت تقومه بالبنت فالولد هنا مش ممكن يتعلم أنه يتعاطف معه لأنه مش حاسس مثلا بالتعب اللي تعمله مثلا الأم لما تكون تعمل كل شيء داخلت البيت بينما الأولد ما عملوش أي حاجة هذا يقلل قدرتهم على التعاطف مع الآخرين مثلا بالنسبة للتعاطف أحيانا يحصل هي يمكن سترنا سراء رسالتك وصلت بوضوح فيما يتعلق في مشكلة أننا نتعاطف مع المجرمين أو السايكوباتيين الناس اللي عندهم مشاكل نرجسية حتى مثل الجريمة الأخيرة التي حصلت في مصر حد قتل فتاة وفيما الناس كانوا يتعاطفين معه أنه لا يمكن يمر بأزمة نفسية لا يمكن هذه ما لهاش يعني أي مبرر يعني جريمة لا تبرر أبدا مع الأسف تعاطف تعاطف الناس مع هذه القريمة أدى إلى تكرارها في عدة أماكن صح في أكثر من الدولة العربية وهذا خطر وهذا خطر جدا يعني أنت لما تتعاطف تعاطف انتقائي مع شخص مقرم أصلا سايكوباتي أنت تستمر المشاكل هذه وتتكرر لأنه لا يكون فيه رادع ويكون فيه تعاطف كبير هذا يشقع الشخصيات المعادية للمجتمع إلى تكرار عدوانها تماما يعتك ألف عافية سترنا المفلحي وأنتي الخصائي النفسية شكرا جزيلا لك على وقتك وعلى كل المعلومات وكل النصاح التي وجهتها لنا وللمشاهدين شكرا جزيلا لكم أعطيك العافية لنا سيدة رنة المفلحي